كل عامة وكهب قالنا اللبنانيين جميعا بعيد التحرير الأهم هلأ هو أن نحرر نفوسنا ونرجع نجتمع لحتى نبني وطننا ومشان أولادنا بعد اللي وصلوه لهون مجموعة الحرامية اللي استغلوا ما بعد التحرير لوصل وصرقوا البلد كله ونهبوا وتركوا فتات يعني وتركوا لنا وطن عايشين فيه بيصيروا يتفلسفوا ويحكوا أنه أنه هم يعملوا شيء همي وصلوا الوطن للي وصلنا له اليوم مشتت أفلس ما فيه ولا باركة أمل عند اللبنانيين وبالتالي بالتالي معركة الحرب ضد الفساد أهم وأخطر ومن للأسف يعني فيه شيء اسمه عهر من طهر التحرير إجينا عهر رياض سلامي هذا العهر رياض سلامي المجرم بيطلعها قبل التحرير بنهار لأنه فكر أنه جلسة مجلس النواب وبعد ما جلسة مجلس النواب بالحكي أنه استردت المجموعة المذهبية الطائفية روحها بإطارة العمل السياسي وتأليف حكومة وتعليف سعف وهذا كأنه اللبنانيين كلهم سألنين عنه أخذ روحها لأطلع وصار يكذب الكذاب أنت كذاب يا رياض سلامي أنت معك مصاري تدفع 25 دولار للمدعين وليما عملت قبل يا حرامي يا لص يا تافه يا تخيف يا خبيث ما بدك ما بأتي كلمة نقال عنك أنت معك مصاري تدفع للمدعين بس مش لحقها لك لحقها للي عمل لك المنصة هذه منصة التزوير منصة تغطاية الحرامية تبقول الصرفين غطيتول ان تبيض الأموال تبعهم منصة منصة مين يا رياض سلامي بتعلو الدولار مع هؤلاء الحرامية الصرفين محلات الصيرفة قلت لك اه يا هجم عليكم محلات الصيرفة قلت بيحتجوها لأنه هجموا على واحد صرف حرام من المافيا تبعا بتعلو السعر بيصير 13 وبعدين بتفوت بتقول المنصة الرسمية السعر عشر تلاف وأي قانون وأي ضمير وأي ناموصل فعب تشتغلوا فيها يا واطين رياض سلامي حاجة كذب عن الناس ما معك ولا فرانج انت وإذا فكرك تخلص حالك أو كما قالت استقوات بالأمريكان والفرنسية وهول الخزماتشي اللي عندهن هون كتير غلطان كتير غلطان بس ما تكذب العالم ما قبضتك ما سددتك لو بتطلع بتعمل كل شيء انت حرامي انت وصلت البلد لهون انت اللي خلات الناس يخسروا مصرياته انت اللي حملت مؤامرة على النقد الوطني وصلته لهون هلا ما بقى فيك تطلع منا يا لبنانية ما بقى تتروحوا يمين وشمال وهولي الصوار واللي عم بيحاربوا الفساد اهجموا على البنك المركزي وعا رياض سلامي هيدا الاساس رياض سلامي الحرامي الاكبر اي واحد بيقدر يسناوله ده رياض سلامي سواء مسؤول او غير مسؤول بيكون خلص الشعب اللبناني من اكتر واحد حرامي فيه هلا بتقولولي عم بيحكي حكي هيك لا هيدا رح تصير وما تصدق يا لبناني انك تقدر اتضمت حالك بيرجع بلك الحساب جه مش مع هالي القضاة بيروحوا بيرحقوا الناس لمعطرة هيدا الالي هالكزابين قلهم كلام تاني يا اهلنا اللبنانيين عم يدحق عليكم انتم بتعرفوا الشيء المصيبة انه يصدقوا حالهم انه يدحق عليكم ويعطيكم العافية